الخميس 25 اكتوبر 24 اكتوبر 20 24 مرحبا بكم في موعد جديد من سبول ميكس نجم التابعوني وينما كنتوا في تونس الكوبرا من خلال الفريقنسي متاعنا سانسيس وانوف تتابعونا ايضا من خلال اللايف سريمين كتلقاوا هفدات وتسويت على قناتنا في يوتوب سانقون ايضا تشاهدونا بالصوت والصورة برشا تتورات في كرة القدر التونسية خلال 24 ساعة الأخيرة بش نحكيو عليها اليوم طيلة ساعة ونص حتى نصف ونصف مع ضيوفنا اليوم منجي ببراهيم مرحبا سين منجي مرحبا بيك خوي اسلام ليك وحشا وبرك الله فيك على الاستدافة وبرفو على الدكور الموجود في فريمان في اليدعاء شكرا لك اول مرأة بحضانة سين منجي ديني اول مرأة ان شاء الله مشاخر ان شاء الله ايضا اول مرأة بحضانة خالتو شين شكرا لك صباح خير اسلام تحية ليك تحية لكل مستمعية لاجو ميسك صباحكم ميسك وعنبر ان شاء الله عاديو صبحية ميسك وعنبر على رياضة تنصية ان شاء الله يعطيك صحيح الاستدافة عايشك سليم موشاوي مرأة سيش هي بليلي بحضان ولد الدار ولدت كليوند لابوات صباح خير مرأة بيكم للناس كل مرأة بالحضور الكرام ومرأة بمستمعين مشاهدين لاجو ميسك فامة شكرا لك ايضا مرأة بنتاج مرأة بمرأة بك مرأة بيك مرأة بلوخيين ومستمعين راديو ميسك والحقيقة فرحان بوجود لوخيين اللي معانا وجوه من اورا وصيرتوه سليمانجي عند برشة مديدة اي مديدة سليمانجي وشي هيب عاندي مودة مريطانش سليش هيب في صباح نصباح لي امريطوش شو صباح لي مريطوش كيفية سليش هيب في صباح على فيسبوك وصباح على بعضنا عشرة لانينا سليمانجي أعطيكم صحة لناس الكل نبدو في المواضيع حصيتنا برشة اكتواليتي اليوم اخرها المقابلة المثيرة للجدل بين الأولمبي الباجي والنادل الأفريقي قبل الحصة كنت في اتصال هاتفي مع سيد عادل غيث النتق رسمي باسم الرابطة الوطنية اللي كرت القدم بالمحترفة تم التأكيد وتثبيت المقابلة بش تكون في ملعب مجاز الباب يعني المراسلة اللي بعثتها التايبزة الوطنية البارح للرابطة يبدو انها متعنيش برشة مكتب الرابطة تقول لك صلوات الجهوية والأمنية وافقت انه المقابلة تدور في ملعب هذيك وما عنديش حل اخر باش نعاين فيه الماتش القمة هذا خالد نبدو مع كنتي الوضعية يبدو انها كريثية ماتش بالحاجم هذا بنسبة كبيرة موش يكون ما نقول تلفازية هي الوضعية مهيش كريثية هي الوضعية اكثر من كريثية والوضعية مهزة في بلدنا وانتي قلت الكلمة في تقديمتها قلت الرابطة التونسية اللي كرت قدم محترفة بلدنا نقوله خرابة التونسية اللي كرت قدم ممتهي المحترفة مفميش خطر للأمانة اليوم انك نحكيه على متصدر ترتيب الأولمبي البيجيو والنادي الافريقي اللي هي الشوك متاع البطولة التونسية ومباراة منقولة تلفازين كانت بش تكون على القناة الوطنية وقناة الدورية والكيس يوم نحكيه في القرن الحادي والعشرين على عهد الصورة التسويق والماركوتينج وجمالية الوطن والملاعب ومدخيل وفلوس ونعانيهم المدخيل ونعانيهم المشاكل المادية وميناش قادرين بش نوفروا ملعب لقمة الجولة في الرابطة المحترفة التونسية مهزلة وعيب على كل المسؤولين سواء كانوا في الجهات متاحهم او حتى في الرابطة ولا في الجامعة التونسية اللي كرت قدم لانه مهوش معقول حتى على صحة اللاعبين يجب أن نخافوا لأنه الملعب بتاع مجلز البيب على كل الاحترام اللي اهنا في مجلز البيب اللي ما عندهم حتى دخل في هالمشهد المزري اللي مش يخرج على مجلز البيب بطحة نجم تكون كان مرعا للغنم للأمانة مأساة تعيشها كورة القدم التونسية وانا نقول قاعدة فما عمليات ابادة قاعدة تصيل لكورة القدم التونسية على مستوى التسيير على مستوى الموارد المادية على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الفخاص خيكتور شفت صديقنا حاتم جازبار اللي بلحت حياليهم هبط فيديو في هو يعلق في ملعب ذاكة بصراحة دي ما فيمش ذو دون تعليق معناه لا فما لا ذو لا فما ما كان للإعلميين لا فما منصة ما فما حد شي وكيفيش تحبط بالليه يسامح تاو مش مش دايفيد بيتوني غاديكا بالله اما صورة مش هزة بعد مش نقولها لفرنسا ولا الاسبانيا ومش نحكي قرانيا انا ندرب النادي الافريقي من كبار القوم في في تونس وفي الصحة العربية والافريقية ومشين نلعبوا في مباراة قمة في مرعة متاع غنم تعيب تعيب تستحيوا على رواحكم تعيب توقف تأجلها المباراة في صلاح اولمبي بيجي وفي صلاح الافريقي اخي ما عندوش حق جمهور اولمبي بيجي باش يتفرج المباراة متاع جمعيته ما عندوش الحق الجمعية تدخل شوية موارد مالية ويتعاني من الموارد مالية الاولمبي البيجي اخي فيه ماشين هالنان شالانس هذي توتال هي وعليش بنزلت متقبلش اخي بالك الملعب هو بتاعنا تتحمل مسؤوليتها السلطة الامنية ويتحمل مسؤوليتها سيد الميلي للا امان اليوم اسلحة وطن انا علشا نقول اليوم سيشيهيب ومونجي وسيمونجي ومروين راهم اليوم ما ناجم وننهضوا بالرياضة متاعنا الا ما توفر الارادة السياسية راهم اليكين ما فيماش ارادة متاع دولة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة والله العظيم ماشينا الحذيذ راه اقطابنا قزمناهم راه مولادنا قزمناهم راه شبابنا قزمناهم بصور مخجلة وبإمكانيات اكثر من مخجلة سيشيهيب خاني اخوة تعليق من عانتك اي معتا الاشكال اللي هنا معتا وخالد عمل لك اللي بتفلاش وتعدى بايكزو بتكلموا السيكريتي دي جواخ معتا الملعب غير قابل ان يكون معتا مسرح متاع مباراة رابطة محترفة ولا اللي فيها لعبية محترفين ماذا قال لكم فيه ماتش اه بنزرة الجماع الفيتها والمتلوي كل شي كان ما تكون متقدم لا معتا اذيك دعما ما يتلعبش الماتش اذيك سي تلاتانت بأن الأموات المتحدة وعندما فعلت أنه هو المكان وهو السوري واضح أن الكلام لا تتحرك بأن لم تكن الحكم لا تتحرك أحد شيء نحن نتحدث نحن نتحدث عن هذا الكلام ما يوجد وعلي وعندما كانت حتما كانت تتحرك حتما كانت تتحرك وحتما تتحرك هذا الوقت الانترى مخ هنا تصير بكو دو فويت 1.2 ان 2008 ما قديش عنده 16 سنة البيجي متاع المنشيستي الونيتد 80% من البيجي هذك جيم الدروة ديماش الدروة تلي نحن بعد 16 ans البيجي متاع الانترى بمجي ما انترى اتصل مرات انترى انتخلق 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 بالله جبت لي فكرة فقط وكلمة ونمش اليوم منيش عارف نصح والكنترالة ما بين الجامعة التنسية اللي يكون في قدم ولا وقناة الكأس القطرية منعراش نتصور فما بنودي لكن اليوم ما نعديش أنا ما والله السؤالة ذيس قلت للسيدة عاد الغيف قلت له والكنترال مع تلبيين الترفزة والجامعة قال يومون ما تعنينيش قال أنا ما عنديش حل بديل بخلاف أني نعين المقابلة في الملعب اللي رخصت له صورات الجهوية كيفاش ما دعنيهم شرابتها منعراش هلم فمش تنسيق بينيزهم لبنيا دخل استفهم لكن أنتي ما تعنيكش سيدي المسؤول بالله يغادر المكان وخلي الناس اللي اللي تعنيهم تخلف تخدم الكورة كما يجب وحاجة أخرى بليش كنعطاها الأهلية هذيك الملعب بتعم جهاز البيب جيما كل ديما كل الاحتراع ديما كل الاحتراع الأهلية في ولاية باجة الكل اللي من حقهم مركب كبير تفضل سي شهيب وسمح لا معتها وقت اللي تكلموا على تقول تسمى ذي سبورتيف ما تسمى سبورتيف ما تسمى كلاسيكو كما قامت الجولة وقت تكلموا على ماتش متى البرمي كنتر الدزيام وليس دو في التوب مش معتها حبا باجة وحبا الكلوب ما هو ما في حاجة بش تفرجوا في الماتش حتى الاسبورتيف دو تولمون موسيو تولمون دينا يحب يتفرج في أي بلاسة يزمن ساوكو تسور هذه اللوغة لثاني وأنا نستيوب، هل يتفرج في الماتش في تامل كبير برشة فكير يتفرج في التوقع فاورابل gray avec ما تقاتي ديو하고 ett designing و ايسي org ceاشير Trans люб كم جاد على وجه و ايجا جيوه لي�� إلى ينتهيين الله ننيوى بيش كد edition يكoireو دي ban conditionما اوروزman sonsch di condition موين ديوا ما ابسانس كونديسيون بور جوي وفوتبول. ديما نحب نتفعل مع السيدة المشاهدين ومتابعين نجيك تحية خاصة خالد شوشين من وائل لك رايدي في التعليقات في الفيسبوك. تحيك تحيك. في اليوتيوب بيقول لك خوي أسلام بلاي شكر خاص لخالد توحشنا برنامي سويا عصبور. قريبا جدا ان شاء الله قريبا جدا مع بداية شهر نوفمبر كان سهر ربي سبحانه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا. انت ما عندك شبارشة كنت ملاعبي. ملاعبية معتها في الرابط الاولى في المستوى هذا كيفش نجم ملاعبة مقابلة في ملعب كما هك. بو حتى اسليم مورال مو يذولي الملاعبية كيتاس ما بشتلعب في ميدان. الحقيقة باحتراماتنا اليوم من جيز البيب و باجة خاطر ذيك الكنديسيون بتاع البلاد وذيك الظروف اللي موجودة. معنطا ما نش بش نقلو من القيمة الباجية و من جيز البيب خاطر قولنا نحنا تراح معتها انتر بارانتازم هنا في الكلمة معنطا يقول لكم تاع ضايع ما ذيك هو الظروف اللي في البلاد باحترامتنا ليكم. ميزوز في رق هذو ما مستهلوش مش يلعبوا في ميدان كم ذيك خاطر عليش اسليم. اليوم كيدي تشوف. بزوز برشة كورة شوفناها اسناء. اليوم قا زوز من حبش. حتى تاريخيا اسليم كتارجع مباريت بيجة كلب افريكان. مش من كبروش برشة الماتش. اسليم لولو الثاني ما هو الا قمة. لا لا ما نجموش نحكيو على قمة ما زيلو 25 جورنيات. اسليم نحكيو حتى بمنطق. اليوم صحيح. بيجة خمسة على خمسة قاعدة تقدم. و ان شاء الله تكمل تواسف مالك. يلعب لولو الثاني من بعضها ما شو نسميو. لا ما هيش قمة ما هيش قمة اسليم ما هيش قمة. نحكيو اليوم على الترتيب اليوم بعد خمسة جورنيات من المجموش نحكيو على موراة قمة. تقول لي مثلاً ماتش يجي في اخر سيزن اليوم كالنادي الافريقي والاولمبي البيجي بش نفسوا على البطولة. وقت نجمو نحكيو على قمة. خاطر ما زيلت شامبيونات بلاتويلة ما زيلت نادي الفريقي بش نحزم ما زيلت نحزم ما زيلت نحزم. هذيك لام وبرع ما عمتا نحكيو. كيف مين هزموش يا ماروين. اه. وكيف مين هزموش؟ مش عاركات مين هزموش. معتا اليوم ماتش مين هي نحكيو على قمة ما زيرو engaged عشي في امد Wales واحد من التحررار بخ واحة حول احزم نون تله swapتائي ما درواز حلوان به لفرق صحيح قادي قدم في موصول ممتاز قولانبي بيجي مي باركونتر على الوراقي ذول ملعبات الفنيدي الافريقي عندهم قليتين صحيحة في تيران ذاقي ممكن نقلقهم بارشا مش قلقهم هاي باركونتر هاولي هاولي ما يعجبش اليوم نحنا نعرف الظروف اللي يتونه في البلاد خاي بارشا ولازمنا نخفوا مع بلادنا ديجان نحكيوا فيه عنا سنين الميدان متعنا بش نجيوا اليوم بش نحكيوا معناش العصار الصحرية بش عطيوا كتيرا ممكن تقولي تتأجل معاك فما ملعب منزل بورقيبة فما ملعب منزل بورقيبة افضل بكريبة راحا للملعب منزل البيت كيدا حكيلي تقول قمة حسب معتلو خيالي يقول لك حتى منزل بورقيبة ميساعدهمش مي اليوم نزمنا اليوم ما اسمعني فما عبيدة تشعبش قلتك سؤالة عايش ما يساعدهمش خاتر لحقيقة ما تزوس في رقك اليوم قديم قادم في مصر عمام ومصر ممتاز بش تلعب على الترطان السيلا مام شو اه تخص الملعب ما يساعدهمش ملعب بزايدة كيف كيف نحكي على الملعبين ايه ما افضل خير من النجاز البيت اليوم هولي قلقني مثلا بار اكزامل اسليم مم أسكن بعض المنافسين اللي بش عبو على الشامبيناكي ما نديل الفريقية اللي طوال مثلا نديل رياضي سفاقس اسكوا بش يلعبوا بيجان هاريخر في مجهز الباب عليه اليوم بالذات الكلوب واحنا نحكيو مازال موش قم علش قتلك خاتر نجبو كان ينجم الماتش يتأسجل هذين الموقف لازمنا ناخدوه معناتها الماتش ينجم يتأسجل اما بش نزيدو نوطر والعصاب نحنا عنا سنين ونشكيو عالتيراني ما ناخدو يش مزيبي هذي كماروين معناتها اخويا الغالي اخي بش يجي حطلك سامحك ليه كرا امتعك والله عجبتني بحق والرئيس الدولة سامحني مخي ما عرش الظروف ما عرش كل شي قاعد يعمل بشوية بشوية ولفت الرئيس ويعرف كل شي شنوش دخلوا رئيس الدولة معتها اليوم كالرئيس الدولة مثلا في بيله بالحكاية واليوم شنوه اللعبية طلعت عيشة في دونس شنوه ماولكورة واليه الظروف والمادية مفتح ما تسمح لاشي اليوم شنعملو تيرانيت واليوم شنالقوه تيران بسيه في الكلوب يتأجل مفاها باس دي بيت سيزون مفاها باس معناتها الماتشة جمعية تقول لك لا يساعدني وكل جمعة تجيك جماعية تقول لك حتنا أجل حتنا أجل بايتوصلك تحية انت زادة من محمد بن حسين يقول لك تحية المروين تاج حمدونا شكروني أنا واحد من جمهور الأفريقي نموت على تحليلك واحد يثرك وربي يبقى عليك الستر يعطيك الصعب والوارح الاتجام تاع شكر بني اجيك سلمونجي أنا طلعت البعض حتى على المراسل اللي بعثتها الترفزة اللي ذابتها يقول لك حتى المدرجات المدرجات متاع الملعب ما نجموش نوصلون لهم الكورون باش نحط المعدات متاعنا وانتاعها في خالد أكيد مافيش الزوء المدرجات مافيش الزوء ومالناس هدوما رأوا اليوم الصورة التسويقية اللي قاعدين نعملوا فيها في على تونس أنا مذبية مسير بيتوني ما يمشيش لأن حتى عائلته بشتلوم عليه وإن أنت مشيت ماي عمرو مايبش يمن اللي هو بشيكون موجود معناه في تونس وفي ملعب وإيراني كمحترف اللي أنا أول مرة ياخذ فريق هو اللي أنا كان لاجوان طا زيدان ولعب معاه قبل سنة مية نتيم معناه ملعب سنتيغو برنابيو والملعب مجلز البيب اللي في الحالة هذي كماناك هذه الصورة صورة انتاع تونس تبارك الله عليكم على الدخلة اللي عملتوها وأنا شيء أسف على أباري كما قال أخويا خالد على الجنراسينا اللي قاعدين نحطموا فيها وأنا جسو داكور مع أخويا مروين يلزم أنا كورم علي دو كلوب باش ميقبلوش لأنه ثم صورة متاع تونس اليوم اليوم روما دب كما قلنا سلمون جاككو الجماعية تقول لك أجلي حتى أنا لا 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 في مباراك في نادية سمحني اليوم في مباراك في نادية التيتر إكسيبسيونال يلزمها تتأجل مبارا ذا أنا بش نعطيك حاجة يلزمكم تعرفوها اليوم أنا متعدي من قدم الحرس الوطني قبيلة فريمان فخور ودمعنا صارت لي قبيلة لأننا نعرف تونس عندها ميكانيات وعندها بش نوليه بلاد فريمان إكسيبسيونال لكن اليوم يلزمنا الوقفة كي تشوفك الانتريم تاع الحرس الوطني اليوم اللي مثله معناه تبرك الله تونس تصفيدير كي تبدأ ثم إرادة سي بوسيبل نحكيه نحن على البيسين متع بالفيدير لو لا ونشاط الراي يا مروان تدخل رئيس جمهورية لو لا تدخل سيد قيس السعيد اللي أنا قاعد يمشي يشوف الزوولة قاعد يمشي يشوف الجهات قاعد يمشي يعمل في أشياء وأنا 300% شاطوري اللي أنا تونس وحكيتها وقلتها فراري ونسوقوا فاك الكربع عادية اليوم نعطيك حاجة أخرى ملعب المجاز الباب أنا جسوي دانسي كونديسيولا بش نولي دانسي كونديسيولا دا كوردو بش يتلعب المباراة ذيكا بش نشوفوا شنو اللي ساير وفي نفس الوقت بش نعطيه فرصة بش ما ننساوش اللي جيه هذيكا بجاز الباب ما أعطيه هاش القيمة احنا شفنا المباراة آخر مرة اللي صار في شبيب العمران وكالديكور اللي وراوه شيء أسف في بلاد اسمها تونس تعرف شنوها الحل يلزم اليوم وربما عاشت حكيونا كما قلتو الإدارة الفنية والرابطة والجامعة الناس الكل في البلاد هذي يحبوا المصالح متاحهم قبل مصالح كورت القدم والله قبل مصالح تونس اليوم اليوم اللي صار في اللي شفت وزيدها مع شبيب العمران شبيب العمران جبل الأحمر وخرجت الرجال وتبركله وماشاء الله اليوم تعرف شنو الحل في تونس اللي تيراند فوتبول يلزم يكونوا بروبريتير دي كلاب علاش خطر موضوع آخر وكبير برشا لا لا يلزم يكونها كاك صائرة في أوروبا يزينها من القوانين وقت الدراجر هذي تونس يطلب الشيخذ أرض ومشي يعمل المنشأة خاصة بها عتلتوا الدولة عتلتوا الدولة وعتلتوا الأحزاب السياسية اللي كانت نيفذة وحاكمة في البلاد هالبلاد هذي ميحبوش يقدموا بها يا خالد على خاطر هذيك خاطر اليوم هذيك المشكلة تمشيت مش لازم نقوله وين حضرت أوراق على حاجة قال لي بش نخلص قال لي منزلت ورقة يلزمها جمعتين ولا ثلاثة ما هي الورقة دية؟ المعلم هو لي أعطاني كل شيء ما هو اللازم في البلاد هذيك شيء بكي رأوا النهر ببرشة بلدان في أوروبا أعرفوا قيمتها اللي يحبوا كرسي خلي أخذي الكرسي محشيش بيانا الكرسي أقسموا بالله هذي مقالوا لي جمعتين ثلاثة الورقة خذيتها في خمسة ثواني الورقة هذا أنا جس بورفوديير كالبلاد هذي يرأوا اليوم رأي ونعودوها رأي عنا إمكانيات كبيرة برشة كفاءات إذا كان هناك إرادة رأي كفاءات نحكي لك سمحني كما نسمع برواندا برا أشوف رواندا الموجودين في رواندا رواندا قاعدوا في تاولة كولومبيا اللي كانت بالفارك قاعدوا autour دون تابل يمانك لديالوج في تونس يمانك بارشة حاجات اللي يلزمنا نغيروهم اليوم اليوم راهي الملاعبية اللي بشي مش يلعبو لك في ميدان كيفنا ذاك معناها يخافوا على الروحهم في بالك في أوروبا سينتردي ملعب كيفنا كاكا تعرف علش أنتردي خطر الجواري يصن أسوري الأسورانس رفوز كاتيجوريكما بشي يلعب في ميدان كيفنا ذاك لأن تلعب بصحة اللاعب لا يجب أن يكون انتغان دوك أختيها الأطفال الصغار في حوما في الأوروبا لا يجب أن يكون منش أرياضية في حوما في نفس الوقت خويا خالد الحاجة اللي تنجم تصير توا اللي توا بالمباراة هذيك اللي بش تصير بش تصير برشة تحركات والناس كل بش تحرك وبش توصل للرئيس الدولة وتفكرون يجدوه لكي يصير إن شاء الله وشاء الله بيقولوش بالله قاعدين توا يوجهوا في الرأي العام ويدزوا مع النادي الأفريقي بش تلعب في ملعب ممتاز جدا وعليش ما يقولوش غيبس هذا تعليق اللي بش نقرأ طاو من محمد السندي على يوتيوب يقول لك دي ما تكبروا فيها تيران جرجيس كيفو وحد ما تكلم مع تيران هذي لا أفضل جرجيس من تيرام جيس البيب لا نندزهم مع القلوب ولا نندزهم مع بيجة ولا مع الترجي ولا مع النجم السيخي ورجاء لجمهورنا العزيز ينحي هالخوزاع بليت هذيه من دماغ متاعه خالد يجبوا يتعلموا تونس فوق الجميع لأنه علموهم وسنسوهم لو ظن متاح موسخوه لهم في عشرة سعودين إن شاء لا ما ترجعش سي شيب السباح اخرج التصنيف متع الاتحاد الدول للكورة القدم الفيفا الخاص بالمنتخبات الوطنية منتخبنا بعض النتائج الأخيرة ترجع كبير برشة في التصنيف العالمي حداش المركز كامل واخرنا تونس سبعة وربعين عالمياً ولات السابعة أفريقياً بعد ما كنا في وقت ما ثانياً فهلي بعض الجزائر يبدو لي بعض السينيغال كنا ثانياً تونس اليوم صحيح بعض المغرب بعض السينيغال بعض مصر بعض نيجيريا بعض الجزائر بعض الكوديفور فهو تبحث عنهم نسمي القوانستاء اوفيسيال لكننا عملنا القوانستاء في الجامعات الاخرانية بعد ما تشويت عملنا القوانستاء سبورتي هذا القوانستاء اوفيسيال وما زلنا بش نفيق ونهارت بش نعملوا تصير القرام بتاع المجموعات في 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 اللاكوب دافريك إلا كين ترشح إلا نترشح إن شاء الله بيحاول ليه. حاليا عندك شك خالص؟ ليه ما عنديش شك ما ترشحنيش. ما زلنا ما ترشحنيش. خيار وعاد. نلا إن شاء معتا هذي حاجة بالنسبة لينا مفروغ منها بش نترشحوا إن شاء الله. مازلنا بش نفوقوا وقتها في الشابون بش ناخذوه هنا فهمتها. ألو هالكونستاء هذيها بالنسبة لينا سفي مال. برقوة سفي مال بسكو أنا ولا بنكلم شوي بالعربي. عنا الإمكانيات بش كونا نجمو نخرجو من الجورنة فيفا الإخرانية هذيها. عنا فيه للموين بش نجمو نخرجو ونحسنو في بلاس نواخرو لأن نحسنو في الكلاسمن بتاعنا. لأنو لديسپسي اللي صارت في الجورنة فيفا الإخرانية هذيها. أخذت إلى هنا مع كنت الإسلام. أخذت إلى إنه يبحثت إلى كل ما يحدث على سواء فيفا الإخرانية. نحسنو نوعى من الجورنة فيفا إخرانية. التونسية. وقلت كل ما نذكر بها. الكونديسيون دي ما كانوا مجاهزين بش يوفروا احسن الصبول بش تلعب كورد قدم فوق الملعب. بور انفوا لتيران هو بش ينقذ الموقف في ظروف سيئة لتحيد بالملعب. بور انفوا لتوافع بش ينقذ الموقف في صفورة لسيئة في العقل اعضروا بشيئة ترجم لشيء عند رؤيا ، ويراني صاقام بالمياه ، على الانفواق سيئة طريقة جيدة ، على طريقة المستخدمة قد قرارضوا لقطع مستخدمين إلى، لفعلوا الأقل بشيئة في سيئة لتحيد للعظم. مالوان في الموضوع الآن سوف أتحدث عن مدرب المنتخب الجديد بارش السامي قادر حرارتوا شوي حتى معلومات جلال القادر يسمو قادر يدوروا معتاب صورة كبيرة حتى للبيرح متصل به حتى حد ومكال محتحت بخصوص تدريب المنتخب ونفس الكاء بالنسبة للسامي ترابل سي اللي فهمتوا فبعض حتى وكالي الأعمال يسعى لفرض بعض الأسامي رغم لي حتى لتروا ما تمش التفكير في حتى اسم القيادة للمنتخب الواطن بوه سليم اليوم على الأسامي اللي سميتهم نحترموهم برشة ومدربين الحقيقة كبار معناتها سامي ترابلسي سيواجل القادري حاجة صغيرة معلتها حسيتهم محترموهم بللي ديما سمحني نحب ناقديم عالم حلش توقونا كبار؟ ها؟ حلش توقونا كبار جلال القادري وصامي الترابلسي لي 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 معاك أنا معاك 4-5 شهور التالي هاي مش نستدرك هاي خلي كامل جملة الساعة بعد عامل مش نستدرك هاي موجه هو يلا مروي سمحني من غير ما نشعر غفلك شاطيه هاي حسيتهم مش نستدرك كما قررسي شيئا ب احتراماتنا ليهم معناتها وديما يقضوا اكبار في عينينا كاتوينسة وكل شيء صح عليك نور فيما فهم الاحترام متبقى اليوم وضعية المنتخب يظهل لي انا راه مع تعالى الموجودين الملعبية حتى حد للنجم يتقبل اليوم شيد المنتخب اللهم كما قلت لك السلمو حكيتك اقبل كما فهم مشروعهم تعمل العبية ديجون وحكينا كما المنتخبات الجزائر والمغرب وكل شيء ممكن واحد كما نقول ويطمح بالشيد المنتخب اليوم الكلام راو سهل وكتي تفرج هك شفت انتي ايميل جميل الجليل القادري كما قولوا عملي عليه فاركنت اليوم عدو سيفي قوي وناس كل تشاكيت انا ممكن حتى سي جليل يسمع فينا نعرفوا سيتيات سون كيفي خرج من المنتخب حكي على عائلته على صغاره كيفيش خرجوه كيفي خرجوه كيفي خرجوه كيلت في وضعية خائبة وخرجتو نتائج السيئة متاع داخل لا نتائج السيئة وقتين انا نبدأ نضرب في الشهاب الليلي صباح وليل في الداخل عليش سمي فيها نظرب عليش سمي فيها نظرب سميها نقض نتائج السكسيئة تقبل النقض لا نحن نتكلم عن المدرب ايه زي ما نتكلم ايه تفاضل ايه بيتبيعه اه سامحوني اه نعم بيانصوب انا معاك راه لانو يسيندك من حلفن تاعك انا راه ايه شوف شوف وقت اللي كنا في ظروف طيبة اه عملنا نتاج اكثر ما ممتازة على مستوى المنتخب وقت الس وقت كنا في ظروف طيلبة ايه وقت الس اقبل لكوب دافريك تباني مليا وا السنة 14 مانجيال انا يحب سنة 14 مانجيال وانا نبي المعلوم انا تتبع شوف مسيح عمنا ديماتج اوفيسيال اليوم عمنا مانجيال راء جدا معجم القادل لا مستحي مستحي رائيكين رائيكين مسيح مسيح ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر